توقع صندوق النقد العربي عن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.16% خلال العام الجاري و 2.17% خلال العام 2020 وكان الاقتصاد السعودي قد نمى بنسبة 22% خلال العام الماضي 2018 مقابل انكماش بنسبة 17% خلال العام 2017 وبحسب تقرير أفاق الاقتصاد العربي لشهر إبريل فإنه من المتوقع أن يتراجع معد نمو القطاع النفطي على ضوء الخفض المقرر لكميات الانتاج في ظل اتفاق الدول المنتجة الرئيسية لنفط داخل وخارج أوبك